السلام عليكم بس مش مكلفة اطلاقا واي حد يقدر اللي هو يعملها بالفعل ولا ورق ترانسفير او اي حاجة من الحاجات دي وهنطلع شكل ممتاز ان شاء الله انا طبعا مستني تعلاقاتكم اول مرة يعتبر اشارككم تورتة عيد ميلادي في نفس الوقت شكرا مقدما للشيف احمد المنجي هو يعني اللي عملت تورتة بتاعة عيد ميلادي دي واللي زي انهالي في نفس الوقت شكرا للي حابب يتوصل معاه سايب رقم تليفونه في فيديو رموش الستر اللي عايز توصل معا طريق كورسات يا جماعة محدش بايا يا جماعة ينسى يسيب ليعجاب وام حاجة تعليق يعني يلا نبدأ اول حاجة يا جماعة حبت بس برضو شارككم بكيكا سفنجية عملناها من قبل قبل كده لانه كان عامل الكيك من قبلها بيوم لحد ما يبرد فانا حبت كده اللي انا شارككم بكيكا سفنجية نقدر اللي احنا نشتغل منها فانيليا ونقدر اللي احنا نشتغل منها شوكولاتة اول حاجة يا جماعة معايا خمس باضات عليهم فانيليا نزلت عليهم بمتين جرام سكر بمية مل مية برده خمسين جرام محسن جيل زي ما انتوا شايفين مش متوفر هنستغل عنه بشوية خل تمام انا برضو كنت ضفتي يا جماعة حوالي متين وعشرين جرام دقيق يفضل استخدام دقيق ضحا تلاتين جرام كاكاو ستة وتلاتين جرام نشا خمسة جرام بيكنج بودا افضل دقيق تطلع معايا نتائج في الكيكل السفنجي هو الضحا حتى لو اشتغلت بنفس المقدر دي واشتغلت بنوع دقيق تاني استحالة يطلع معايا نفس النتيجة بتاعته طبعا يا جماعة المية لازم تبقى برده زي ما ذكرت بافضل اضرب في المكونات بتاعتي دي كده مع بعض لحد ما تعمل معايا قوام زي قوام المارنج هي لو تقيل وبيسايل معايا فده يبقى مش كويس لازم تبقى شدة يا جماعة زي ما انتو شايفين كده مش بتسايل معايا بتسايل يبقى في مشكلة يفضل استخدام وحسن كيك اللي هو اسمه المتحدة بونو مش متوفر بالخل واترفع معاك وهتبقى كويسة بدعم الدقيق بتاعك نوع كويس في الصينية يا جماعة دي كيهة مقاس 26 ببطنها بورق الزبدة وبنبدأ انزل بالمحتوى بتاعي تمام بفضل اللي احنا حطنا كل المكونات على بعضها بدلنا نضرب فيها لحد ما تقولت معانا تمام وشدت معانا باتية والكريمة اللي احنا بندرابها سواء او زي قوم المارينجي مش بتسايل لان لو بتسايلها تعمل لي مشكلة طبعا يا جماعة وزعتها في الصينية دخلتها على فرن سابق التاسخيل مسبقا على درجة حرارة 180 مقاوية الخبزة على الرف الاوسط بس سيبها بس ترتاح شوية وببدأ كده اللي انا اقلبها وبشيل ورقة الزبدة بتشال معايا بكل سهولة زي ما ذكرت يا جماعة افضل دي طلع معايا نتائج رهيبة في الكيكا الاسفنجية هو دقيقة ضحى ومهما استخدم دقيقة غيره ما بغصلش للنتيجة دي تمام قدامكم اه شكلها رهيب طبعا نفس الحكاية انت انا طبعا قلت 220 جرام دقيقة و30 جرام كاكاو تمام ممكن نستخدم 250 عادي دقيقة عادي بدون ما نستخدم الكاكاو فاني ادتلكو الفكرة واسيبلكو برضو المقدار في صندوق الوصف طبعا ديكن تقسمتها يا جماعة بمنشار مش على المكان ده لان مش متساوي فبالتالي كنت تقسمتها على مكان متساوي تمام قاعد بضعطلك عليها وبترجع تانو ما فيهاش اي غلطة على الاطلاق زي ما انتو شايفين قدامكم كده تمام مش لازم اللي هو المنشار ده ممكن بسكينة مشارشرة او بطرنشة عادي تقطعوا منها تمام الصناعة اللي كانت معايا مقال 26 اللي ارتفاع بتاع 14 سنتي زي ما انتو شايفين شكل الكيكة معايا عامل ازاي اللي حابب بقى يعملها بالطريقة دي قدامكم اها مرحلة في المرحلة الجاية جماعة ابدأ احضر الكريمة معايا 400 ملي مياه ساعة بتلج تمام نزلت على هون ب80 جرام سكر وببدأ كده قلب المياه الساعة اللي بتلجي بالسكر كويس بحيس ان هو يختلط معايا كويس او يختفى في المرحلة الجاية هنزل ب200 جرام كريم شانتخام وببدأ اللي انا اضرب في الكريمة بتاعتي كده طبعاً تلاحظوا اللي التصور هنا يختلف عني لان انا كنت كملت التصور عنده يعني كان التصور يعني عنه تمام ببدأ كده في الاول بضربه على سرعة هادية لحد ما الكريمة بتاعتي تتقل بالمياه الساعة في نفس الوقت بقوم على السرعة الاعلى حد ما توصل معايا للنتيجة اللي انتو شايفينها قدامكم دي يا جماعة تقيلة جداً زي ما انتو شايفين كده تمام كده خلصت ضرب الكريمة طبعاً هو كان مجهز لسبونش ده هو عنده قبلها بيوم اول حاجة يا جماعة طبعاً بتستخدم قاعدة على مقاس قاعدة على مقاس الطرطة اللي انت هتعمليها لازم في الاول كده بتبدأ اللي انت تغلب الطبقات بالكريمة وطبعاً كان عامل اثنان سبونش وكان عسلاً يعمل طبقة او ليارز شوكولاتة وريق وليارز فانيليا بس طبعاً كان عاملها في الزجان ومقطع دوارة على قد القاعدة بس احنا طبعاً عملناها مدوارة وعملناها احنا طبقات بين كل طبقة والتانية كده يا جماعة طبقة كريمة زي ما انتو شايفين قدامكم اهو وبغلفها كويس جداً قدامكم اهو مش لازم طبعاً تعمل مثلاً طبقة بيضة وطبقة شوكولاتة ممكن كله بيبقى حاجة واحدة عادي ممكن بيضة بس مش اي مشكلة رهيبة خلاص لازم تكون في الاول الاعداء مقص الاعداء عشان اقولكم سر كده ما تقلش قبل كده ليه ايدك ماشية على الاعداء من شار ما بتدخلش الجوة فما تبقى قد الاعداء على قد الترطية بتاعتك فبتلاقي ايدك ماشية مظبوط دي يعني حركة سهلة بس اللي يقولها صح تمام لازم في الاول تستخدم اعداء على قد مقص الترطة لحد ما بتغلي فيها كويس بالكريمة ايدك ماشية من شار على حرف الاعداء ولازم تبقى ادها بالزبط كده كده هننقلها تمام عشان تشيل الزيادات وتبقى متساوية معاك نخلي بالنا يا جامعة ايدنا مش دخلة الجوة ايدنا ماشية من شار على حفة الاعداء وهي اللي ماشية الاعداء اللي حاكمة ايدي تمام زي ما انتوا شايفين كده خلاص بعد ما جلستها من من الطبقات وجلستها من برد غلفت معي بكل سهولة بنقلها من اعداء الاعداء اكبر منها باثنان سنتي زي ما انتوا شايفين متساوية معايا هي جدا في المرحلة الجاية جماعة معايا ورقة فاكيوم اعلى من ارتفاع الكيك بصمت كده او باثنان سنتي ببدأ كده اللي انا رش عليها طبقة كاكاو زي ما انتوا شايفين تمام في المرحلة الجاية معايا شوكولاتة بيضة مستيحة بدون زيته ما تكونش سخنة لان لو سخنة مش هنقدر نطلع منها نتيجة دي وما ينفعش تبقى فيها الزيت تمام بتبدأ كده اللي انت تفردها على ورقة الفاكيوم باثباتي ولا كده بتفرد معاك بكل سهولة ده هتدي معاك شكل الشكل اللي هو الغلاف اللي برا اللي انت شفتها على التورتاي ودي فكرة مميزة جدا وحط شايفين التصور مختلف يعني مش في مكاني في الفيديو ده طبعا بنشر الورقة ده على طول ودايركت على الكيك وهي لسه كده بعد ما انخلص ما ينفعش تشتغل بالشوكولاتة وهي سخنة اللي انت ستحطها على ورقة الفاكيوم لازم تبقى هادية معاك تمام خلاص كده ومتلاففها عليها دايركت باسبها في التلاجة تمام وفي المرحلة الجاية بشيل ورقة الفاكيوم كده قدامكم اهو رهيبة جدا طبعا نقلتها لقعدة معايا كده يا جماعة شريح شوكولاتة كده زي ما انت شايفين من اي برقة او من اي حاجة تشتغل بيها المهم اللي انت بتعمل بها خانات حاجة وحصل لها كسرة ما فيش اي مشكلة ما هي الا بتبديلك عزل كده بين كل سلايز عن الاخر تمام شافي كده مقاسك وتبدأ اللي انت تضعطي لازم تضعطيها طب ما ينفعش مسلا لانا قم عاملة شاق بسكينة وقم ضغطها في الحالة دي هتقوم مصربة منك الحشو للكيك وهتبقى مش كويسة قدامكم او لا استخدمنا ورق فاكيوم او الادالية بتتبع غالية في محل المستلزامات قدامكم اه ده كان الشفاحمة دي لازم تبقى على قد المقاس حتة زيادة بتقوم مقصها كده بمقصة او بطرف سكينة خلاص كده يا جماعة لحد ما بخلص قسمتها كده اربائي تمن خانات في المرحلة الجاية ابدأ بقى بفاكهة اي معايا برقو ومعايا كيوي ونبدأ كده اللي احنا ناخدهم مكعبات زي ما انت شايفين كده بستكينة بتاعتك مكعبات كده عشان تعملوا كل خانة قدامكم اه تبدأ كده تحط على الخانات بتاعتك زي ما انتو شايفين شايفين الشكل يا جماعة رهيب ازاي في المرحلة دي بقطع الكيوي صوبعي يا جماعة ردة شوية وبعد باخد الصوبع ده قطعها مكعبات زي ما انتو شايفين كده ببدأ برضو اللي انا وزع الطبقة بتاعته زي ما انتو شايفين كده ملحوظة عشان يطلع شكلها كويس مثلا في الاول كده بدايب الفاكهة بتاعتك هعمل مثلا خانة فاكهة اسب خانة فاضية واعمل خانة فاكهة خانة فاكهة اسب خانة فاضية بين كل خانة وخانة بعمل مسافة خانة وخانة مش في الخانتان جنب بعض فاكهة لا خانة وبسيب خانة وبسيب في المرحلة الجاية جماعة معي تفاح تقشر كده زي ما انت شايفينه وتقطع مكعبات زي الجماعة اللي فاقفت تمام بقول خانة وخانة قدامكم اهو طبعا معي برضو من جاية جماعة ليه بتبقى جامدة شوية هتتقطع نفس الحكاية الشرايط عرضي طولية وبعمل مسافات وبعرضيها كده عشان تبقى المكعبات استاميكا شوية معي وبقى شكلها حلو لما تتزاين بيها الترطة قدامكم اهو شكل رهير خلاص تمام كنت يا جماعة حطت فخانة منهم نوتلا وده هحط زبدة لوتس واخدى من شوية زب بسيط ملحوظة ما ينفعش الصوت اللي انت تحطها تبقى سخنة لان لو سخنة معاك هتساح طبعة الشوكالات اللي انت عاملها في الجن بتبقى هادية معاك تمام ممكن تبقى فاكهة بس اللي متوفر عندي طبعا حطت زبدة البسكوفاء واللوتس وحطت بسكوت مفروم كده بقى لووتس وكسرتها بسكوتها يعني وده ايه جناش تمام في المرحلة الجاية دي كريمة شوكالاتة كنت زودت عليها شوية جناش وببدأ بنبدأ كده اللي احنا نعمل بها رزبتات دي طبعا كنت احطت لها ورق يعني قطعة فراولة معمولة بورق الترانسفير قدامكم اهو بنبدأ كده نلمع الفاكهة بجيلة هالميه تلمع يا جماعة بجيلة هالميه على السخن بتاخد الجيلة بتاعك بتحس اللي هو مكتل كده ببقى ماشر كده بتقوم اللي انت حطاها له نار هادية لحد ما يفك معاكي بتبدأ يتلمع بك طع الفاكهة بتاعتك عشان ما تتبلش او تستود معاك لو انت مستخدمه من تفاح او خلافك زي ما انتو شايفان الطرطة ما اخدتش منه لوقت طوالة مجود قلنا السر اللي هو بيساوي الطرطة ما تبقاش حتى مثلا تخلى الجوة حتى خرجها البرا وكل حاجة واضحة قدامكم اهي ورهيبة ما حدش بقى يا جماعين سيسيبلي عجاب وتعليق والسلام والسلام